السلام عليكم أصدقائي ورجعنا من جديد ونكمل بالإديت بيش تبعنا الآن بدنا نحول هذا الكود للأوبجيكت أوريينتل بروغرامينج فنحن ما في داعي هنا بالgetEmploy ما في داعي نضيف كلاس جديد نحن عنا كلاس اسمه show فنحن منروح على كلاس الشو منضيف function جديدة منقول getEmployedById فنعمل function جديدة ومنقول getEmployedById getEmployedById فهي الـ function لح تاخد الـ id ولح ترجعنا الداتا تبع الـ user فنروح على edit.php وبناخد هاد الكود تبعنا تمام فهاد هو الكود لح يكون جوات الـ getEmployedById فهون الـ getEmploy هون لح يكون id نبدل بعواض الـ get نعطي id وهون الـ connection لح يكون this لح نستعمل this لح نوصل الـ connection فهون هلأ منقول else شو لح نرجع لح نرجع return false اذا كان ما في result طيب اذا في result شو لح نعمل لح نعمل return لـ row نرجع الـ data تبع الـ user فهلأ شو بدنا نساوي هون بدنا نعمل new object من الـ class show فمنقول شو تساوي new شو هاد الشو شو لح ياخد لح ياخد الـ connection وهلأ منستدعي الـ function منقول row row شو تساوي تساوي شو نستدعي get employee by id وشو بنعطيها بنعطيها الـ get id get employee by id بعدين بنعطيها الـ id فهلأ منقول نحزف هاد الكود ما بدنا يا فهلأ منقول هون if not empty not empty الـ row إذا فاضي إذا مو فاضي الـ row ما بدنا نعمل شي بس إذا كان فاضي بدنا يعمل redirect على الشو بيش فهلأ هنروح نعمل refresh للشو نكبس edit هلأ ينعطينا syntax error الـ edit dot php ليش لأن نحن هون حزفنا هاد القوص فمنروح نعمل refresh هنلاقي انه جبلنا الـ data تبع الـ employee هنروح على الشو نروح على غير user هنلاقي انه جبلنا الـ data فهلأ الـ edit بيش عم نجيب الـ data تبع الـ employee عن طريق الـ class عن طريق الـ show class وهذا كل شيء لها الدرس لا تنسوا اللايك والـ subscribe ودعاء في الخير والسلام عليكم أصدقائي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة